هل هناك ضوابط في إطلاق وصف الغلو على الأشياء؟ الضابط هو الضابط الشرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نغلو في المحبة وأن نغلو في البغض ونهانا أن نغلو حتى في العمل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب فيك شبه من المسيح ابن مريم فإن النصارى غلوا فيه حتى أنزلوه بغير منزلته وإن اليهود قد جفوه حتى بهتوا أمه يعني اليهود غلوا فرموا مريم عليه السلام بالزنا وحاشاها والنصارى غلوا حتى جعلوا المسيح إلها أو نصف إله أو ثلثة إله فالغلو يكون بهذه المجاوزة والغلو كذلك يكون في العمل النبي عليه الصلاة والسلام نبه على ذلك لما جاء ثلاثة نفر فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها فقال أحدهم من منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدى من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أنا أصلي ولا أرقد وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على منبري وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكنني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغم عن سنتي فليس مني والغلو كذلك حتى في السؤال في الأسئلة بعض الناس مغرم بالسؤال وتشقيقه وتفريعه النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الصنف فقال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته والله جل جلاله قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم ولما قال له بعض الصحابة من أبي النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب من هذا السؤال لأنه لا يترتب عليه فائدة فالقرآن الكريم ذكر لنا مثلا من هذا الغلو في السؤال في قصة البقرة ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إلى أن قال فذبحوها وما كادوا يفعلون قال ابن عباس رضي الله عنهما أي وكادوا ألا يذبحوها شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه ولذلك المفسرون يقولون ما وجدوا هذه البقرة بياذي المواصفات إلا عند يتيم من يتامى بني إسرائيل وطلب حشوة مسكها ذهبا حشوة جلدها ذهبا فلما جاءوا يشكونها إلى موسى عليه السلام قال أعطوه رضاه يعني خلاص هو مالك هذه البقرة وهذا الذي يرضيه لو أنهم أخذوا أي بقرة من البداية وذبحوها لا أعافاهم الله ومثله أيضا نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الطهارة عن الغلو في الدعاء عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ولده يدعو قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة يعني الداخل إلى الجنة على يدك اليمين في قصر أبيض فقال له يا بني إذا دعوت سل الله الجنة فإنك إن أعطيتها أعطيت ما فيها وتعوذ بالله من النار فإنك إن أقيتها أقيت ما فيها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا يكونن في أمة أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء يعني في الطهارة وهذا الصنف موجود الذي يبالغ كثيرا ويوسوس كثيرا نعم وتجده يستغرق في الوضوء نصف ساعة أو ساعة وأما الغسل فيمكث الساعات الطوال حتى يخرج وقت الصلاة ومثله أيضا الغلو في العبادة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حبلا مشدودا في المسجد فسأل قيل له هذا لزينب فإنها تصلي بالليل فإذا نعست تعلقت به فقال مه مه يعني كفوا عن هذا عليكم بما تطيقون فوالله لن يمل الله حتى تملوا لأننا نمل من إعطائكم الثواب حتى تملوا من العمل العمل ترجمة نانسي قنقر